أنتقل من الملف ده لملف تاني مهم جدا وبرضو ليه علاقة بالتصرحات الغريبة اللي بتطلع من اتحاد الكورة ما هو فعلا من آمل العقاب أسائل أدب ليه؟ ما هو واحد شايف يتدلع وما بيدلعشي لازم يتدلع ليه لازم يتدلع؟ فيه مطشات والله أنا قلت الكلام ده قبل شكوى المقولين والكلام ثبت صحته فيه مباريات في الدوري فيها مشاكل مطش بيرمز وسموحة اللي هو عكس اللايحة اتلعب وسموحة ارتضى والربط ارتضت وبرامد زعم البيان والمطش تلعب من ديها 49 وخلاص وقال لك لايحة الفيفا بس خد بالك وراح للايحة الفيفا وقت ما كان عايز يرجع للايحة الفيفا دلوقتي مطش بيرمز والمقولين لايحة الفيفا بتقول بس عامل نفسه مش شايف النهاردة حصلت حاجة غريبة هي غريبة في أسلوب الإدارة المحترف لكن مش غريبة على اتحاد الكورة والناس اللي بيتدير دلوقتي ليه؟ تم تعيين الكابتن محمد الحنفي لمباراة سيراميكا والاسمالية اللي هتتلعب النهاردة الساعة سبع وفيه أزمة حصلت في مطش بيرمز ولمولين بسبب تعيين محمد الحنفي والتحاد الكورة أعلى على صفحته زي ما انتوا شايفين النهاردة المباراة دي هتتلعب الساعة سبع فيه مشكلة في تعيينة الحنفي للمباراة التانية اه فيه مشكلة وانا بأكد تاني فيه مشكلة وهفضل مكمل في القضية دي لغاية نهاية المسلم لان فيه مشكلة والتحاد الكورة عارف ان فيه مشكلة وازدتكم من الشعر بيت اللي عين حكام هذا اللقاء محمد فاروق ليه؟ لان بيريرا سافر كابتن بيريرا سافر تخيالوا الدوري بتلعب ودخلين في المنافسة دي وبريرا سافر مباراة الساعة 11 بالليل أجازة لمدة 15 يوم ايه رأيكم؟ هيطلع الاتحاد ينفي بقى ولا مش هينفي؟ بيريرا مش موجود في مصر وبريرا سافر في عز المنافسة على الدوري بيريرا سافر عشان تعرفوا دلوقتي ان ملف تعيين محمد الحنفي هي مش مشكلة بيريرا بس ده بيريرا والتحاد الكورة عشان كده التحاد الكورة بيدافع عن قرار تعيين محمد الحنفي لانه عارف ان فيه غلط وكل التصرحات اللي قالها ايهاب الكومي عدوا مجلس الادارة التصرحات كلها غلط في غلط وتحدى على الهواء لو طلع نص الليحة اللي تثبت ومستند يثبت ان محمد الحنفي اكتاز اختبار اليقة البدنية انا بتحدى على الهواء وبتحدى التحاد الكورة يثبت بالدليل القاطع ان محمد الحنفي اكتاز اختبار اليقة البدنية انا مكمل معاكم ومستنى رد على هذا الملف لان كل يوم بقول لكم الكلام ده وبتاخدوا قرار ردا على اللي بقولوا برح اتكلمت في الملف عينته ماشي وانا نهاردة اقول لكم تعينته غلط وده مطش تاني فيه مشكلة وتعينيت الحنفي في هذه المباراة يبطل نتيجة هذا اللقاء لان انتم عندكمش ما يثبت ان الحنفي اكتاز اختبار اليقى البدنية اللي هو المعروف على مستوى العالم فيفا فتنس تيست اللي هو كان مسمى بالورنر او كان كوبر وقت حداكو لو سألتو معد اليقى البدنية الكابتن محمد ابو خاطر ابو خاطر وقال لكم هو فعلا اكتاز اختبار اليقى البدنية لان انا واصق ان الحنفي لم يكتاز اختبار اليقى البدنية واصق ان المعد البدني ما عندوش نتايج اختبار محمد الحنفي انه نجح شو انا بقول لكم بقى ايه بديكم تفاصيل ومعلومات وبقول لكم على مستندات اتحدى للتحاد لو يقدر يطلع عكس اللي انا بقوله عشان حكم ينزل يصفر لازم يكتاز اختبار اليقى البدنية اول الفيفا فتنس تيست ما عملش الاختبار ده والقياسات اللي انت قلته اتعملت دي قياسات مش معتمدة دي قياسات مش معتمدة والقياسات دي لا فيها نجاح ولا رسوب وبتحدى تاني ايهاب الكومي بقوله على الهوى محمد الصباحي ما رفضش الاختبار محمد الصباحي كان في معسكر السويس وهو حاكم فار قال لك انزل التدريبات ليه ده تدريبات انزل التدريبات ليه انا حاكم فار هو انتو بتعتبروا ان محمد الحنفي في تدريبات معسكر السويس وكده اكتازي اختبار اللي اقل بدنية